مفادة التلفزيون المصرية على رشوان كان قد أجرى لقاء خاصا مع سفير أرمينيا لدى القاهرة هاراتشيا يولاديان في عام 1992 حصلت أرمينيا على الاستقلال من الاتحاد السوفيتي السابق ومنذ ذلك الحين كانت مصر من أوائل الدول التي اعترفت بهذا الاستقلال كما كانت القاهرة أول عاصمة عربية وإفريقية تستضيف سفارة أرمينية العلاقات المصرية الأرمينية علاقات تاريخية تضرب بجذورها في التاريخ ويأتي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضيفا كريما على أرمينيا ليكون أول رئيس مصري يدور أرمينيا للحديث بشكل أكثر تفصيلا عن مجمل العلاقات المصرية الأرمينية وكذلك أهمية هذه الزيارة التي يقوم بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ينضم إلي في هذا التسجيل سفير أرمينيا لدى القاهرة برحب بحضرتك أهلا وسهلا. مرحبا. مية هذه الزيارة سيدة السفير. طبعا الزيارة مهمة جدا بشكل عام إلى المنطقة. وليارمينيا ممكن أن أوصف الزيارة كزيارة تاريخية لأنه تعطي للدفع قوية لعلاقاتنا السنائية في المستقبل. ويؤشر على مستوى علاقاتنا الموجودة حاليا بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ارمينيا. أهم مجالات التعاون بين مصر وأرمينيا؟ مجالات التعاون ممكن واشر للمتعددة. منهم في مجال التربية والعلوم في زيارة في تكنولوجيات العليا وطبعا في غير المجالات. وإن شاء الله بعد زيارة الفخامة الرئيس يتم التوسيع في كل مجالات تعاوننا. هل هناك اتفاقات سوف يشهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي توقعها خلال هذه الزيارة مع الجانب الأرميني؟ طبعا خلال الزيارة يتم التوقيع عدة الوسائق في مجالات المتعددة بمعلومات العددها 3-4 للوسائق. كيف تنظر الجالية الأرمينية التي تعيش في مصر إلى العلاقات المصرية الأرمينية؟ وإن القاهرة قدمت العديد والعديد من التسهيلات لدفع هذه الأطر من التعاون بين البلدين؟ الجالية الأرمينية لديها التاريخ القديم والجزر في مصر. طبعا بعد إبادة الأرمين في إمبراطوريا العثمانية وصلت الأرمين إلى مصر. ولكن كانوا الأرمين موجودين في مصر قبل الإبادة. وبتاريخنا معروفة يعني عدة الشخصيات اللي لعبوا الدور المهم جدا في مصر في تأسيس المصر حتى للتأسيس المصر الحديث. ومنهم ممكن أنا واشر الأسم النبار باشا واللي كان هو أول الرئيس وزارة في مصر. وحاليا بشكل عام أنا ممكن أقول أن الجالية الأرمينية تلعب دور الكبري أو تلعب دور الجسر الكبير بين مصر وأرمينيا. وأنا أريد أن أؤشر كمان الرعاية كاملة للسلطات المصرية على جالياتنا في مصر. لأنه هنن بيعتربوا المواطنين المصريين. وطبعا أنا أريد كمان أقول وشدت الرعاية بالخص لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. سيدة السفير كريشا بولاد سفير أرمينيا لدى القاهرة. بشكر سيدتك جزيل الشكر على هذا اللقاء. شكرا جزيلا. بكل سرور نحن ننتظر إلى وصول فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. شكرا جزيلا.